هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي عم شاري باختار مواضيع بتساعد كل الأهل وكل الأطفال بأبسط شي ممكن أطفال فلسطين حقهم يعيشوا بأمان ويحلموا ويلعبوا ويضحكوا ويفرحوا ويحققوا كل أحلامهم وكل أمنياتهم حقهم ينسى محلن أنهم يحلموا بفلسطين قلت يمكن قبل بأكتر من حلقة الأطفال بتكبر قبل عمرة بتعيش أشياء أكبر من عمرة بتعيش بـ survival mode كل الوقت مع كل اللي عم بيمروا فيها هلأ بيحقلوا يحلموا أنه فلسطين متحررة من الاحتلال فلسطين حرة بيقدروا يجعلوا من حلمهم حقيقة بوسط كل هالقمع والظلم والبشاعة اللي عم بتصير ونحن وهلأ بفصل الشتة والناس اللي عايشة بالمدارس وبالمخيمات وبظروف أبداً منا إنسانية وأبداً منا صحية وأبداً منا ظروف حياة سألتنا ياسمينة إذا كل شيء تدمر بفلسطين وكل اللي بيعمروا أو بيبنوا أتلون مين بيعمر بيرجع فلسطين سكت الدقايق طويلة وما توقعت هيك سؤال صراحة معرفة دغري سيغ جواب لكون عم جاوبة قلت لها اللي عم بيصير كتير بشع وكتير دمار وألم وهيدي مش أول مرة هيك بيصير صار كتير قبل قبل ما أنت تخلقي قبل ما أنا أخلق قبل ما اكتار منا يخلقوا ورجعوا عمروا وناس فلت وانجبرت تتفل وما قادرت ترجع وحل ما ترجع وإن شاء الله رح ترجع وأكيد في اليوم ناس رح ترجع أتعمر واللي ما بيعرفوه رح يساعدوا بعض ليكونوا عم بعمره رح ياخد كتير وقت أكيد بس يمكن كمانا ترجع أحلى وخلينا نغمد عيوننا ونتخيل هالشي ونظل كل يوم عم نبعث أمنية ونواية ليخلص كل هالألم والدمار ويتساعدوا جميعا يرجعوا يبنوا بيوتهم وكمانا يتجاوزوا ألم الفقدين وألم فقدين كل مين بيحبوا كل شي خسروا ما كان بدي زيد أكتر عليها خاصة أنه سألتني السؤال قبل النوم عملنا أمنية وتمنطة لتنين مرتاحة وبراسة صرت عم بقول أنا فعليا ما كذبت عليها أنا عن جد هيدا اللي كل يوم عم بتمنى وشوفه براسي وإحلم فيه وإبعث نواية على أساسه بس كمانا صرت عم بقول واحد شو بيقول لطفل هيدا وهي ما عم بتشوف الصور ما عم تعرف شو عم بيصير بالصور قداما بس كنت أنا عم بشوف فيديو قالت لي فيني شوف فرجعت طفل بيغزة عم بيلعب بيتيارة من وراء وسعيد فيها واختربت التيارة وصار عم بيبكي وشافت من حوله أنه فيه ضمار فسألتني أنا بحاول أن أحميها تشوف قدر المستطاع وإذا الشي مرة ماسك الموبايل بشوف شي هي موجودة إذا قاعدة عم تلعب أو ملهي بأي شي عطول بحطه صامت أو بحط إيرفون لما تسمع أي شي ومفسرت له وفسرت له أنه أوقات إذا أنه بتسمع شي موسيقى معينة بتفكر أنه أوقات فيديوز عن حيوانات معينة أنا بخليها تشوف شي خمسة دقائية بنتفرج على أساس خاصة بالحيوانات خاصة أنا بسينات وقطط فتركت لتقلي فيه يشوف فأنا مفسرت له أكتر من مرة أنه منسأل ما تنضغر قدام الشاشة لأنه ممكن يكون عم بيقطع شي مش لعمرة ومنه مناسب تشوفه واجباتي طبعا أنا أمه وأنا الكبيرة وأنا الناطجة أنه اهتم وكون حريصة وما خلي هالشي يصير بس أوقات الولد فيه عن جد يكون عم بيفجئنا فلما تكون عم بتشوف أي شي شو من كان خاصه بأي شي منه لعمرة ومنه مناسب فيكون حتى لو شي خاصه بالوعي أو بالشغل اللي بعمله بس مش لعمرة تشوفه أو خاصه بالوضع اللي عم بيصير تكون عطولة عم تسأل وكمان احتراما لخصوصية كل شخص أنه ما منتطلع على تليفون شخصتين اللي تعرف لبعدين حتى لو أقرب الناس لقلنا وهي عارفة أنه الولاد بغزة مش ببيوتهم وفقدوا ألعابهم وأغراضهم كل شي هن بيحبوه وكل يوم نبعط لهم حب وبتقل لي أوقات هيد الشغلة كتير حلوة بفلسطين لولاد عندهم منا أو هيد الشغلة كتير رح ينبسطوا إذا في حدا يوصل لهم إياها هي نامت وأنا عم فكر أنه جاية عاصفة وجاية مطر وفي مطر كل هالأسبوع ونحنا كل شي موفر لنا وهالأطفال شو بدأت تكون عم تعمل فكر أنه الأطفال غير أنه بالبرد وبظروف كتير ما أنا قادرة تكون عم تحمي من الشطة والسيول ومن البرد وبن كتير قصص غير أنه أهليهم مش حدهم اللي فقدوا أهليهم كيف عم بيكفوا ومين عم بيهتم فيهم مين عم بيدفيهم مين عم بيعطيهم الأمان أوقات بقولي رات فيه إجمعهم كلهم سوا ونعمل حلقات سيركلز نعطيهم حب أوقات بقولي رات فيه إجمعهم كلهم سوا ونعمل vision board أو لوحة الأحلام لوحة الأحلام اللي فيهم يكونوا عم بيحطوا عليها كل أحلامهم أمنياتهم ويقاملوا فيها ويصدقوها من جوا وبتمنى عن جد إذا حداً عم بيسمعني من غزة إذا قادرين أو أي حداً عم بيسمعني بالطفل أو أي حداً عم بيسمعني بأي مكان بفلسطين أي حداً قادر يساعد بهذا الشي بأبسط الطرق الممكنة وبأبسط أكيد مش متوفر كل القصص للواحد يكون عم بيعمل لوحة أحلام خاصةً بغزة أنه يكونوا عم بيجمعوا الأطفال يحكوا معهم عن أحلامهم يحكوا كيف عم بيشوفوا هن شو بدهم شو بيحلموا شو مكانت أحلامهم يغمضوا عيونهم يقامنوا فيها من جوا يحسوا فيها بقلبهم يفركوا إيديهم على بعضهم يحطوا إيد على قلبهم وإيد على بطنهم حول السرة ويتخيلوا هاي الأحلام ويعيشوها يتخيلوا بكل تفاصيل وين هنه وين موجودين كيف الحياة عم بتكون للأحسن شو عبالهم يكون أداء عبالهم تكون فلسطين متحررة من كل شي وين عبالهم يكونوا بالمرحلة اللي جاية يحسوا بهيدا الشي ويخبروهن كيف يقولوا إنه هيدا الشي حقيقة وهيدا الشي نحن قادرين نكون عم نحققه وهيدا حقنا هيدا الشي فيه كتير يغير بالبرمجات بلا وعيون هيدا الشي كتير فيه يخليهم عن جد يروحوا بمحل بأحلامهم لشي أجمل وحقهم مش إنه من المستحيل وهيدا الشي ما بيصير قادر يصير يوما ما قادر يصير وهني أكيد كلهم هالأطفال جايين لعالم أفضل ولعالم أحسن بفلسطين وإذا متوفر يكون فيه وين أي حدا موجود بفلسطين حتى لو ببيته بمكان تاني مش بغزة قادر يوفر لأولاده كارتونة أو ورقة كبيرة أو عندهم لوح ويقولولون يسألون شو عبالون يعملوا إذا عندهم مجلات فيهم يقصقصوا صور من هيدا المجلات كيف عم بيشوفوا فلسطين كيف عم بيحلموا هن شو هن أحلامهم الشخصية يقصقصوا هالصور من المجلات أو كتب قديمة ما بقى عم بيستعملوها أو إذا سهل يطبعون لهم إياها لهذه السور أو يكتبوه أو يرسمون لهيد الأحلام ويتلزقوه أو يتعلقو على الفيجن بورد وتنحط بمحل بيشوفوه كل يوم بغرفتون أو محل ما بينامو وكل يوم يتطلعوا علي قبل ما يناموا بس يفتحوا يونوا الصبح ويقولوه إنه هالشي عم بيصير هالشي حقيقة حلمه هو حقيقة فلسطين حرة هو حقيقة حلمه يكون بأمانه هو حقيقة أي حلم حتى على صعيد الشخص هن عنده نياه وأي حدم موجود بأي بلد تاني خارج فلسطين قادر يكون عم بيقعد مع ولاده عم بيوفره وقت نوعي ويعملوا سوا فيجن بورد خاصة بهيدا نهار اليوم اللي عم تطلع فيه الحلقة نحنا بمرحلة أمر جديد هيدا أول أمر جديد مع العام الجديد وهيدا أحسن وقت نكون نحنا عم نحط أحلام وأمنيات على الأمر الجديد منعمل الأمنية الجديدة حتى إذا مش قادرين يعملوا فيجن بورد هو عم بيكبر هيدا الأمر يتطلعوا فيه ويعملوا الأمنية بقلبهم كل يوم يعدوها وكل يوم يحسوها وبينجوها بكل تفاصيلها لا تصير حقيقة فإذا قادرين أي حدا يعمل هالفجن بورد جيبوا كارتوني لأولادكن عدوا ويسألوهم شو عبالهم كمان نسمح لأولادنا يحلموا بينمي كتير إشياجواتهم بيكبر كتير إشياجواتهم بيسمح لون يشاعوا بيسمح حتى لزكايهم يكون عم بينما كل شيء بحياتهم بيصير أجمل وألطف لأنه عم بيقامنوا بشيء هو حقهم ومهم يعرف أنه هني بيستاهلوا هيدا الشيء ولا مرة نقللهم أنه هيدا حلم وما بيصير وما بيتحقق وانت حالم وانت حالمة أو من كل عقلكم هالشي رح يصير بالعكس نشجعهم ونحلم حتى نحنا وياهون نقعد ونقصص نحنا كمانا نعمل vision board أو لوحية الأحلام ككبار ونحط عليها شو عبالنا هيدا الشيء بيعمل وقت كتير حلو بين الولاد والأطفال أو بين أي حدا كبير مدرب أو مدرس أو أي حدا بيعمل نشاطات هيدا الشيء حلو نعمله حتى بالمدارس يعطوهم مساحة يقعدوا يعطوهم مساحة على الحلم مش كل الوقت برامج ملتزمين فيها وأوقات طويلة بالمدرسة وأوقات قاسية ممنوع يتحركوا ويزيحوا ويطلعوا وينزلوا وكل الوقت كل شيء صلب وكل شيء ما فيه مرونة الطفل بدوا مرونة بدوا مساحة للحلم بدوا مساحة ليصرح بكل شيء عم بيعملوا وينما كان موجود بالبيت بالطبيعة بالمدرسة هيدا الشيء كتير مهم فكل حدا مننا وينما كنا موجودين قادرين نقعد ونعمل لوحية الأحلام مع أطفالنا بالمتوفر عنا فينا حتى نطبع صورة أو إذا عنا صورة لخارطة فلسطين نحطها ونكتب تحت فلسطين حرة نتخيل فلسطين متحررة من كل شيء أو نكتب هيدا الشيء أو نرسمه نحنا بس نرسم ونحط صورة بعد بتكون أقوى أكتر تخيلوا إذا كل حدا اليوم بيعمل هيدا الشيء وكلنا منحط إنه فلسطين حرة قدي فينا نكون عم نغير بالبرمجات وبلا وعي ونكون عم نخلق من خلال هالوعي الجماعي شيء أفضل للمرحلة الجاية بغض النظر من كل الإشياء السياسية قادرين حتى بهيدا الشيء نخلق تغيير مثل ما عم نرفع الصوت ونظلنا نحكي وما نتعب إنه نكون عم نحكي كمان فينا نساهم بهيدا الإشياء الصغيرة من أسئس الصور منحطونا على الفيجن بورد منغمد عيوننا منعيش اللحظة منتخيل حالنا بأي شيء نحنا عم نحلم فيه وخاصة أنت خاصة بفلسطين أي شيء نحنا منطمح فيه نكون عم ننمى وعم نكبر كأكبار وكصغار نعيشها بكل تفاصيلها ونرجع نتنفس ونعلقها بالغرفتهم بأي مكان هنه بيحبوا يشوفوها كل يوم بغرفتهم إذا متوفر لهم غرفة هو أحسن شيء وكل يوم يطلعوا عليها وكل يوم ذكرون يعملوا توكيدات وافرميشنز ويحكوا ويكتبوا عليها بصيغة أنا أختار أو أنا الآن بفلسطين الحرة فلسطين حرة أنا أختار أن أعيش بسلام أنا بسلام أنا بأمان أنا أحقق أحلامي ويقولوا شو هن الأحلام رح نحكي إن شاء الله بالحلقات اللي جاي عن كيف منعلم لولادة توكيدات بس خلينا نبدأ شوي شوي بهيدا النشاط اللي عن جد فيكون عم بيساعد ومتل ما قلت إذا مش قادرين أي حدا عم بيقعد مع الولاد بلعبهم بغزة يعملوا هيدا التمرين كل يوم حتى قبل ما يناموا لأنه موجوعين وخايفين ومش بأمان يغمضوا عيونهم يمسكوا إيدان بعضهم ويحلموا ويسلموا هالحلم رب داني يسلموك كأنه عم بيحطوه بإيد الله بإيد الخالق عم بيسلموه هالفجن بورد هالأمنية من جوا يقولو عم بتصير ورح تصير وهلأ وبالآن وبالحاضر وبهيدا الزمن it is done here and now هيدا شي بخليون يعطيون مساحة حقيقة من جوا مش عم نكذب عليون مش عم نضحك عليون كل شي في قصص بالحياة صارت لأنه كانت فكرة كانت حلم عند كتير أشخاص عند كتير عباكرة وصارت حقيقة كانت حلم عند كتير ناس آمنت بقضية معينة وحققتها لهيد القضية خاصة بالعنصرية خاصة بالحقوق الإنسان خاصة بكتير إشياء ولأنه الأطفال قوة التجلي عندهم قوية وعندهم مكاومة ورزيستنس ولأنه أطفال اليوم جايين يغيروا ويخلقوا تغيير كبير وجايين بواعي جديد خلينا نساعدهم يتذكروا هيدا الوعي ويقووا هيدا الوعي ويظلوا نكونوا عم بيحلموا ويحقيقوا أحلامهم هيدا الجيل ما فينا نظلنا نقول مطالع من أمره شي هيدا الجيل رح يتعب كتير هيدا الجيل عم بيتقلم كتير هيدا الجيل ما قالوا جلادي لأ نحنا بدنا نعطيهم المساحة والوقت ونسمع لهم ونواكبهم ونعطيهم الأمان ونآمن فيهم وبأحلامهم اسمحوا لهم يحلموا لأطفالكم وينما كانوا موجودين تذكروا كم حلم أنتوا صغار كم عقولكم تذكروا كم شي حلمتوا فيه حتى على مستوى السلم والأمان وضلوا يخبروكم ويحكوا قدامكم أن ما في شي رح يتحقق وهيدا وضعنا ونحنا العالم العربي هاي كل ناس متحكم فينا برمجونا بهيدا الطريقة صار في بلا وعينا فكرة الخضوع وعي الخضوع والهزيمة والاستسلام اليوم في جيل عم بيخلق يغير كل هيدا الشي خلينا كلنا سوى نعيد البرمجة نشيلها لها البرمجة ونحطه بكيدات حقيقية محلة أنه لأ نحنا أحرار ونحنا منستاهل وقدرين نعمل حقيقة جديدة وواقع جديد ما تقولوا لهم حالمين ما بقى تسمحوا لحدا يقول لكم حتى يقارى دريمر حتى جان لينن بس غنى غنيته قالوا هو بيقول بالغنية أنه يومي سايق أما دريمر ممكن تقولوا أنه أنا عم بحلم صحيح أتلوه صحيح وقفوله الحلم بس تجرق وحكي وقال كتير إشياء ورح نضلنا عم نتجرق وعم نحكي ونقول ونآمن وبيوعي جديد بأفكار جديدة وننضف اللواعي تقولنا ما بقى نوري تولادنا شعور الهزيمة ولا نحط عليهم ضغط فوق طاقتهم بس نآمن بهيدا الحلم نآمن كلنا سوا بعالم أفضل بكل حب سمحولوا يحلموا وحلموا معهم وعززوا حتى أحلامكم أنتوا تبعى الطفولة وعيشوا ورجعوا بهيدا الحاضر بكل حب بدعيكم ضلكم عم تبعتوا حب لأطفال غزة لأطفال الضفة لأطفال جنوب لبنان لأي طفل عم بيتقلم وينما كان وبظروف مننا مقاتية لحياتهم ولأحلامهم ولأنه الحب بيشفينا وبيقدم الأمان لأطفالنا لقون الأسبوع القادم بحلقة جديدة رح تزيد وعي وحب أكبر على حياتكم وحياة أطفالكم